بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لتصميم الريكتانجل فوتينج قطوات تصميمهم هناخد part 14 في تصميم الريكتانجل فوتينج وذلك نوع من أنواع الـ isolated footing اللي هو من شابتر 3 في قورس الفاونديشنز انجينيرينج 1 لطلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية المستوى الثامن بجامعة الملك خالد نهاردة الخطوة الثالثة في التصميم اللي احنا نجيب الـ stresses طبعا الـ stresses زي ما تعلمنا هنجيبه في حالتين لو كان سمك الخرصانة العادية بتاعي أقل من 20 سنتي فالـ stresses كله اللي يهمني اللي هيبقى على الخرصانة المسلحة اللي هي هنا ما ليش جواب أي حاجة للخرصانة العادية فهجيب السيجما نت زي عبارة عن الـ P-working على الـ PRC على الـ LRC اللي انت جبتهم قبل كده وده طبعا نازم يكون أقل من الـ Q-net اللي هي جيفن في المسألة بعد كده هنجيب الـ F-UN وده الـ stresses الـ ultimate اللي احنا نجيبه المومنت والشير والـ punching بعد كده عبارة عن واحد ونص في السيجما نت اللي احنا جدناها هدية أو ممكن نقول إن هي بتساوي الـ P-ultimate على الـ PRC في الـ L-R-C وقدر تطلع الـ F-UN بتاعتي طيب ده لو كان الخرصانة بتاعتي أقل من 20 أما لو كانت أدبر من أو تساوي 20 سنتي فاحنا هنجيب الـ stresses مرتين خلي بالك هنجيب الـ stresses الأول اللي هو تحت الخرصانة العادية وبعدين هبتجي أجيب الـ stresses عند الخرصانة المسلحة عشان هجيب بتاع الخرصانة العادية بقى الـ P-working بتاعي هقسمه على الـ P بتاعت الـ BC في L بتاعت الـ BC اللي الـ P-working على عرض الأعدة في طول الأعدة بتاعتي وده لازم يكون أقل من الـ Q-A أما الـ F-UN ده عبارة عن الـ P-Ultimate بس هقسمه على مين بقى على الـ P-R-C في L-R-C وده ما بقرنوش بحاجة مليش دعوة بيه خالص ده أنا بجيبه الـ F-UN ده هو ده الـ stresses اللي هيجيب لي المومنت وهيجيب لي الشير وهيجيب لي البنشنج للخرصانة المسلحة عشان نجيب السيكنس اللي بيقاوم المومنت والشير والبنشنج زي ما نشوف في الـ Part القادم إن شاء الله شكرا